اشتركوا في القناة تنفيذه بدقة في الاعداد والتخطيط وبسالة في الاداء تكز تأسمى المعين في حب ابناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبدل الروح دفاعا عن ترابه ووجه رئيس سيسي خلال تدوينة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تحية لشهدائنا الابرار ولجيل اكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل انوار السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الابطال وعزيمة الرجال واختتم الرئيس بان يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وارضها من كل سوء وشر وتقدمت السيدة انتصار السيسي بالتهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين لنصر اكتوبر المجيد وقالت في تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي ان نصر اكتوبر كان بمثابة ملحمة خلدها التاريخ باحرف من نور جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم وكانت المثل الاعظم في الاراضة والعزيمة وتحدي الواقع المرير والعبور الى المستقبل ووجهت السيدة انتصار السيسي سلاما الى ارواح الشهداء الابرار الذين ضحوا بحياتهم وبدمائهم الطاهرة من اجل استرداد الارض والحفاظ على العرض يدل اليوم مليون ومائة وستة وتسعين الفا واربعمائة وثلاثة وخمسين ناخبا عراقيا من افراد قوات الجيش والاجهزة الامنية والنزحون ونوزلاء السجون باصواتهم في الانتخابات التشرعية وذكرت المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان مليون وخمسة وسبعين الفا وسبعمائة وسبعة وعشرين من افراد الاجهزة الامنية يدلون باصواتهم في خمسمائة وخمسة وتسعين مركزا انتخابيا واشارت الى ان مائة وعشرين الفا ومائة وستة وعشرين من النزحين يدلون باصواتهم في ستة وثمانين مركزا انتخابيا بينما يدلي 671 من السجناء الموضعين في الدوائر الإصلاحية بأصواتهم في ست محطات انتخابية موزعة على عدد من المحافظات أعلن العاهلة المغربية الملك محمد السادس تعيين حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي وأبقى الملك في الحكومة الجديدة على وزيرية الخارجية والداخلية لكنه عين نادي فتاح العلوي وزير للمالية قتل شخص على الأقل في مدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت شرقية اليمن بسبب سيول جارفة وامطار غزيرة ناتجة عن تأثيرات إعصار شهينة شهدت المدينة فيضانات وسيول جارفة ناتجة عن الأمطار الغزيرة مما تسبب في أضرار فادحة في البنية التحتية والممتلكات وقطع طرق رئيسية وجرف عشرات السيارات عرب أرمين لاشيت رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا عن استعداده للتنحي عن رئاسة الحزب المحافظ بعد الخسارة الكارثية في الانتخابات الأخيرة وتعرض أرمين لضغوط كبيرة للاستقالة بعدما قاد المحافظين إلى أسوأ نتيجة انتخابات منذ الحرب العالمية الثانية وخسارته أمام حزب الديمقراطيين الاشتراكيين أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية لتحقيق التطعيم العالمي ضد فيروس كورونا بحلول منتصف العام القادم 2022 وذلك لتسريع إنهاء جائحة كورونا وقال مدير عمل منظمة تيادروس أدهنوم إن الاستراتيجية الجديدة تحدد خطة لتحقيق أهدف منظمة الصحة العالمية والمتمثلة في تطعيم 40% من سكان كل بلد بحلول نهاية هذا العام و70% بحلول منتصف عام 2022 انتهى الموجز الإخباري وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب كنت معكم أنا سارة عبدالله شكرا على طيبة المتابعة إلى اللقاء شكرا على المشاهدة